موسيقى موسيقى سنستقبل التلاميذ في إطار تدريس الحضوري بعدما كان في السنة المنصريمات تدريس بالتنوب جاءت المذكرة 21-85 لتقطير هذه العملية وقد أعطيها الضبط كيف سنجد هذه العملية من أجل إنجاح العملية التربوية كما أن هذا العام هناك مجموعة المشاريع التربوية التي تنزلها تماهياً مع قانون الإطار الوزارات التربية والوطنية نتمنى أن أولادنا يدوز واحد سنة دراسية مفعمة بالعمل الجد وعلى أساس نحقق نتائج أفضل قياساً مع السنة الماضية والشكراً السلام عليكم محمد شكوك رئيس جمعية أمهات وأباء وأولياء تلاميذ إعدادية الطبري بحي الصفاء يتملون تحيي طيبة لجميع الوليدات التي تحقوا بالأقسام بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2021-2022 والتي نتمنى أنه يكون موسم للتوفيق لجميع الوليدات دينا في جميع المؤسسة دينا على سعيد المؤسسة دينا صهرنا منذ ما يزيد عن شهر بحكم التأجيل اللي وقع في الدخول المدرسي الصحية المعمول بها في ظل هالجائحة اللي نتمنى عن مقارب أنه تزاح علينا إن شاء الله رب العالمين وهذا اللي خلنا أننا درنا مجموعة من الترتيبات بتنسيق مطابعة الحال مع الإدارة التربوية وأيضا مع طاقم دينا التربوي وانطبيق الحال تحت إشراف المديرية الإقليمية ذات الصلة وهذا اللي ممكننا أننا الحمد لله اليوم باشرنا الإجراءات دينا الدخول المدرسي في أجواء جد طيبة واللي استحسنها الجميع وكان الالتحاق ديال وليدتنا بالفصول دياله والآن فهم في الفصول برفقة أساتي دي المؤطرين لمزيد من التوضيح لمزيد من التفصيل فيما يخص الدخول المدرسي والإجراءات ديال المرافقة هذه السنة بحكم الضرفية الخاصة اللي كان عيشوها وأيضا لتوضيح بعض المستجدات على مستوى المنظومة ديال التقويم ديال الفروض وما يرافقوها من طبيب الحال وتغييرت لي شملات الجدولة ديال الدروس الجدولة ديال العطال الجدولة ديال المجموعة من الأنشطة ونتمنوا عما قريب أن ولدتنا يكتسبوا المناعة المطلوبة عن طريق التلقيح وهذا اللي خلنا نشغلنا أيضا على هذا الجانب مع الأباء افتصال مباشر باش أنهم يسارعوا التلقيح ديالولدتهم الحمد لله الآن النسبة ديال تلقيح فهي تقارب تناهز الـ 70% وهذا مؤشر مشجع هذي يخلينا إن شاء الله أن نباشر الدرس ديالنا بشكل حضوري لجميع الأقسام في إطارة داخل المؤسسة ديالنا وهذي يخلينا أننا أيضا نباشر مجموعة من الأنشطة فيما يخص الحياة المدراسية اللي افتقدناها بشكل كبير في إبان الجائحة وكانت من التوفيق لجميع الوليدات ديالنا خلال هذا الموسم الدراسي وشكرا لكم اشتركوا في القناة